السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية الناس اللي بتبحث عن تنسيق الثانوي العام والثانوي الفني على القناة بينجبلك كل ما هو جديد وحصري وهم ومعتمد قلنا لكم بالامس يا شباب ان شاء الله محافظة اسيوت هتكون النهاردة والفيديو اللسه منزلينه من شوية وان كلها ساعات قليلة وتبتدى المحافظات تنزل التنسيق بتاعها وفضل ربنا سبحانه وتعالى محافظة اسيوت يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوي الفني زراعي صناعي تجاري العام الدراسة 24-25 لجميع الطلاب حسب القوة الاستيعابية الكلام ده الاربع ستة وعشرين ستة الفين اربعة وعشرين اعتمد اللواء عصام سعد محافظة اسيوت اليوم الاربعاء بمختلف فروع زراعي صناعي تجاري فندوقي للعام الدراسة 24-25 حيث يتم تنسيق قبول للطلاب بالمدارس الفنية حسب الفصول المتاحة بكل مدرسة ويتم القبول من الاعلى مجموعة حسب القوة الاستيعابية بكل مدرسة مع الالتزام بعدد للطلاب المحدد بكل فصل ودون التقايد بالادارة التعليمية للطالب وذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب يعني تقدر تخش ادارة مشتبعك وذلك بناء على دول المؤشرات العامة لنتيجة الشهادة الاعدادية نخش بقى يا شباب على الخبر الهام المجموعة كام يا مستر 243 درجة تمام كده يا شباب يبقى اسيوت 243 درجة كانت السنة اللي فاتت يا شباب 245 درجة يعني قلت درجتين تمام كده الحاجة التانية السنة اللي فاتت نزلت مرحلة تانية وصلت 242 قلت 3 درجات فان شاء الله نتمنى كده يا رب يا رب ان شاء الله السنة دي تقل كمان 3 درجات او اكتر وتقل عن المتين تلاتة واربعين تاخد بقى 238 ولا حاجة كمرحلة تانية فان شاء الله توقعوا ان يكون في مرحلة تانية ان شاء الله في محافظة اسيوت يبقى كده يا شباب 243 الثانوي العام في اسيوت طب بالنسبة للسنوي الفني سيتم القبول بمدرسة اسيوت الفنية بنات نظام الجدرات 235 كحد ادنى تمام كده ويتم قبول بعمية طالبة كحد اقصى من الاعلى مجموعة والاصغر سنا وحسب القوة الاستيعابية تمام يا شباب وبالنسبة لبقية المدارس بتاعة التعليم الفني الصناعي يا شباب هتكون من 150 درجة وده برضو حاجة كويسة وبالنسبة للتعليم الفني التجاري يا شباب عندنا بقى يتم قبول الطلاب التعليم الفني الفندقي بعدد 100 طالب وطالبة بحد ادنى 240 درجة 240 درجة ده يعني حاجة بص قريبة من الثانوي العام ده بالنسبة للثانوي الفندق هياخده بس 100 طالب اكيد طبعا الاعلى في المجموع وحد ادنى 240 طالب تمام كده وبالنسبة للتعليم الفني التجاري في ان مدرسة الفريق عبد المنعم الرياضة التجارية نظام الثلاث سنوات هياخده برضو 400 طالب بحد ادنى 220 درجة تمام ده نعرفنا الحياة الجميلة وعندنا بالنسبة لمدارس التعليم الفني نظام الثلاث سنوات هتاخد من 160 درجة كل ده شباب في محافظة اسيوت نيجي بعد كده للتعليم الزراعي التعليم الفني الزراعي يا شباب في اسيوت من 140 درجة تمام كده وبالنسبة للادارات التي ليس بها اكثر من نوعية تعليم صناع زراع تجاري وتعذر انتقال الطالبات يومية من ادارة الاخرى يتم استيعاب الطالبات بتلك المدارس بذات النوعية الموجودة داخل الادارة دون التقيد بالتوزيع الجغرافي والحد الادنى للدرجات وفكة للكثافة طلابية بالمدرسة تمام كده وده شيء عظيم جدا 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 وبالنسبة للخدمات قالك الاول اللي احنا هنشوف الطاقة الاستيعابية بتاعة المدارس العادية وبعد كده نشوف موضوع الخدمات لو فعلا عليها اقبال تمام يا شباب يبقى كده محافظة اسيوت نزل التعليم الفني نزل التعليم العام الناس تنتظر بقى اول ما اللينك يفتح تبتدي يتقدم والناس اللي عايزة تقدم في مدارس تكنولوجية غير المدارس دي خالص ممكن تتابع ان شاء الله القناة بتاعتنا هتلاقوا فيها ان شاء الله كل جديد ونشوف المدارس التكنولوجية المختلفة على حسب طبعا المدارس اللي قريبة من حضرتك وعلى حسب مجموع حضرتك وعلى حسب برضو التخصصات اللي انت حبيبها تخشها في هذه المدارس تابعوا القناة شباب هتلاقوا ان شاء الله كل جديد ومننساش اسف الفيديو قد لقى رابط التليجرام ورابط مجموعة الفيس تمام كده يا شباب اليوم حاجات ان شاء الله تفيدكو كتير كان معكم مستر احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا